أكد رجالة وظيفية لهذه الفئات التي تخرجوا بهذه السنة؟ نعم ما زال عدي عاني تشريع نظم عملية توظيف هذه الفئة من الخريجين نعم يبقى مجلس الخدمة في كل سنة يطلب بيانات هؤلاء الخريجين من مصادر تخرجهم في كل سنة لكن هي قضية تنظيمية يعني إحنا مو فاتحين الباب بش طوال السنة أنه نستقبل هذه البيانات إحنا لازم نوصل لحد نتوقف عدة عدد المتقدمين وعدد الخريجين وإجراءة تقاطع الوظيفة اليوم وانهيئهم للتقديم على الاستمارة الخاصة بالتوظيف بعد وقت انتهى هذه العملية التوظيف يباشر المجلس مرة أخرى في فتح بابل التحديث والإضافة أبناء ناس خريجي سنة 21-22 قبلناهم معدنا مشكلة بيوم 23 21-22 توقف نعمهم 22-23 بعده المتخرجين نحن تكونوا منذ نزل الدراسي 21-22 يعني اللي يتخرجون في عام 22 هذول تأخرت النتائج مالتهم احنا وقفت للتحديث لغاية 16-5 23 نتائجهم متأخرت لأن كانوا بيها دور ثاني 22-22-22 نتائجهم بيها دور ثاني وبيها أوائل يعني بيها اختبارات فما أرسلت لنا بياناته ما أرسلت بياناته بعد ما نخلص إن شاء الله عملية التوظيف لهذه السنة تفتح استمارة للخريجين 22-23 لغرض التقنيم ونجمع بياناتهم ونفس الآلية ونفس الآلية أكم مفاضلة أنا أحبب شوي نرجع وياكم بالوقت نحن نفس هذا الكلام قلنا بشهر التاسع 22 قلنا أيضا نتوقف نخلص برنامج التوظيف نفتح الاستمارة ونحدث بيانات وفعلا بعد ما خلصنا برنامج التوظيف فتحنا استمارة وحدثنا بياناته هو السؤال حتى على السنوات القادمة على خريجين السنوات القادمة هل تستمر هذه الحلقة؟ يعني مثلا هاي الموازنة الثلاثية بيها درجات وظيفية لو رح تعيشون على موضوع الحذف والاستحداث والاستحداث يعني هسا ابتداء هذه الدرجات اللي موجودة نتوقع مثل ما صار عندنا بال74 ألف وبقت من عندنا 31 ألف نعم أيضا هذا رح يبقى من عندها درجات الآن يعني تحليل هذا مو أي أنه أيضا رح تبقى من عندها درجات تراءة يعني خليك نعم هذه الدرجات تستثمر للخريجين الجدد الآن نعم حسنا لدينا 31 ألف درجة وظيفية أي نعم هاي وين رح تستثمر؟ هذه رح تستثمر لللي خلصنا بياناتهم جمعناها وأرسلت إلى ديوان الرقابة تطلق بها استمارة نعم نتوقع أنه من هاي الواحدة ثلاثين أيضا رح يبقى عدد من الدرجات نعم وإحنا يعني الكثير قاعدين ينزل ويانا إذا على مستوى الدرجات وإذا على مستوى المتقدمين يعني اثنين هم ينزلون مو واحد ينزل واحد يصعد يدي يصير عدك تباين بين العرض والطلب لا لا اثنين هم بدين ينزلون بهشي كل هذا اشتركوا في القناة